بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بيكم وبسمة أمل جديدة بسمة أمل النهاردة بتحكي قصة ابن وأبو يا ترى أنت بتدي لولادك وقت يعني أنت عندك وقت تدي لولادك ولا أنت فاهم أن العلاقة بينك وبين ولادك علاقة فلوس أنا بديكم فلوس ومكت ربيكم لا أنت ولادك محتاجين لك محتاجين وقت منك ولا أنت علاقتك بولادك علاقة أوامر ذاكر إشرب نام أوامر دي دي شؤون إدارية دي مش علاقة تربية دي مش علاقة حب قصة النهاردة قصة بتحكي أن ولد أبوه مش فضيله خالص ما عندوش وقت ليه خالص خالص أصلا أبوه وقته غالي وبيشتغل والشغلانة بتاعته بتحتاج أنه هو يبقى على طول أون كول مع الشغل ليله ونهار الولد حيموت نفسه يقعد مع أبوه عايز يحس أنه هو لقب في الحياة فرح لأبوه وقال له بابا أنت بتشتغل كم ساعة في اليوم فقال له أنا الحقيقة في شغلي الجديد اللي أنا نجح فيه جداً بشتغل أكتر من ثمان ساعات في اليوم أحيانا بوصل لعشرة واثناشر ساعة في اليوم قال له يا بابا طب أنت الساعة بتاعتك بكام يعني أنت بتاخد دي دوك كام في الساعة فترجل الأب قال له يا ابني أنا ساعتي غالية قوي أنت أبوك دلوقتي ساعة وصلت لحوالي خمسين دولار في الساعة يعني أبوك قمته كبيرة وبس ومشي الابن وهو جواه أنا محتاج أبويا محتاج أبويا ورجع بعد كده الأبوه وبدأ يطلب منه يزود له المصروف فأبو يعني مع فلوس فازود له المصروف فرجع الأبوه تاني وقال له لأ أنا عايزك تزود لي المصروف قال له أنت بقت طلباتك كتير إيه؟ أنت بتشتري ليه؟ بتعمل إيه؟ قال له لا يا بابا أنا بحوش قال له بتحوش إيه؟ قال له أنا بحوش مئة وخمسين دولار قال له ليه؟ قال له يا بابا عشان أشتري منك ثلاث ساعات بعودهم معايا الولد بريء عنده سبع سنين ثمان سنين فكر إن الحل الوحيد عشان ياخد أبوه إذا كان شفت المادية لما بيبقى الولد شايفت أبوه أبويا كل اللي بيحركوا الفلوس والمادة هو مش فاهم كده هو سبع سنين بس هو حسب كده يا بابا أنا بقيت أزود مصروفي عشان أحوش مئة وخمسين جنيه دولار عشان أديهم لك عشان تديني ثلاث ساعات أنا هشتري منك وقت إذا كان وقتك غالي كده ما تحويكش ابنك إنه يقولك كده بلاش يقولك كده ما تحويكش ابنك إنه يفكر كده ابنك محتاج حضنك قبل ما يحتاج فلوسك اسمة أمل لكل قب يدي وقت لأولاده يشعرهم بالحنان والعطف والحب شكرا والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة شكرا